كنا جمعيات عمومية لأن أول مرة تكون الجمعيات العمومية برئاسة رئيس الهائة الوطنية للصحافة التجربة دي تجربة نكحة؟ أعتقد نكحة بنسبة 100% لسبب بسيط أن كان الأول قبل القانون 179 كان رئيس مجلس إدارة هو رئيس الجمعية فمين هيحسب مين؟ بحلش كان بحسب حل بالضبط كده فكان فيه ترقمات مشاكل كثيرة جدا ده بنشوف دلوقتي الجمعيات العمومية بتطلع قرارات إحالة للنيابة العامة وتشكيل الجمتة قصة حقائك؟ ما كنت نجب نشوف ده قبل كده؟ ده حقيقة لأن برضو حضراتك تعلم أن ما جينا عشان نشتغل وجمعيات العمومية جيت نشوف الميزانيات لقينا في مؤسسات من 2012 بتعملش ميزانية ومؤسسات كبيرة فقلنا لابا لازم نبدأ نشتغل بجده عشان أنا عايز مش عايز أبص لورا لأنه لو بصيت لورا كتير أو يهكع بي أنا مش عايز كده أنا عايز أبص لقدام عايز حاسب اللي بمهاي دلوقتي حاليا يبقى إذا لازم أخلص الميزانيات اللي هي اللي قبل كده وأبدأ بقى في أن أنا أشوف المجلس إدارة اللي موجود ميزانية بتاعته أبدأ أن أتكلم معهم وخاصة القانون حتى بيتيح لي أن أنا ما باستناش الميزانية أنا بعمل تقييم كل ثلاث شهور تقييم مالي وإداري وذلك حتى صحفي بنبدأ أن احنا نيجي نقول لها جماعة الثلاث شهور الأولين دول خلي بالك في مشكلة طب الثلاث شهور لازم نعود الثلاث شهور التانيين المهم ما بسيبش غاية يما الميزانية بتخلص وبنبدأ أن احنا نتكلم أول بأول على طول حضرتك قلت قدام البرلمان أنه الخسائر أقلت 10% في وسط ظروف صعبة لحياة المؤسسات بتعيشها ده مؤشر أنت شايفه إزاي شوف دي طبعا من المتابعة اليومية مع رؤساء مجالس الإدارات ومجالس الإدارات إيدي بإيدهم على طول بنحاول بقدر الإمكان احنا مسكنا يا أستاذ خالد في فترة صعبة جدا كانت فترة كورونا وجاءت الأزمة الروسية الأوكرانية كمان يعني سنتين في منتهى الصعوب صحيح وبالرغم من ذلك أن احنا بنحاول بقدر الإمكان أن احنا لنقدر نرشن استهلاكه وإنفاقه بنحاول مع بعض فيه أما زي ما قلنا ونقول بالنسبة لمستحقات الناس دي لا يمكن اللعبة فيها على الإطلاق ولا تقليلها ولا أي حاجة بالعكس هي احنا بنزود يعني العلوات والحاجات دي كلها بنزود ما بينقللش فيعني بنحاول بقدر الإمكان كلنا مع بعضينا نتكاتف عشان المرحلة عايزة تكاتف المرحلة الصعبة دي عايزة تكاتف مش عايزين أن احنا نقول آه طب ما هي الدنيا صعبة طب ما هنقعد في ما كاتب دا وتلاقي الدنيا بقت أصعب لا زي بالضبط ما الدولة بتعمل الدولة في فترة كورونا العالم كله كان واقف هنا القيادة السياسية كانت شرغالة وعملين نفتح مشاريع وفيه حاجات كثيرة جدا احنا بننهى لنفس ان احنا ما بنسكتش ما بنقعدش احنا بنحاول بقدر الإمكان ان احنا نشتغل حتى لو ظروف صعب لان لازم نتحدث صعب اشتركوا في القناة